على وقع غلاء أسعار المواد الغذائية تبرر حكومة السوداني عجزها عن كبح جماح أسعار اللحوم الحمراء مع اقتراب شهر رمضان المبارك الحكومة تعز ارتفاع أسعار لحوم المواشي إلى كثرة الطلب الشعبي عليها بالتزامن مع ارتفاع الإقبال العالمي على السلع الغذائية لكن المعطيات تفند للدعاءات فالجهات الحكومية عاجزة عن إيجاد حلول جدرية لأزمة تناقص أعداد الماشية من جراء عمليات تهريبها المستمرة إلى دول الجوار والجفاف الذي يقتلها عطشا وانتشار الأمراض والأوبئة التي باتت تفتك بها إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف وانتشار اللحوم المستوردة التي تعد أرخص ثمنا من نظيرتها المحلية والكلام لمربي المواشي والقصابين الذين حملوا الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وعلى غرار مربي المواشي والقصابين اشتكى مواطنون من الارتفاع المضطرد في أسعار اللحوم مؤكدين عجزهم عن تأمينها ضمن موائدهم حيث وصل سعر الكيلو جرام الواحد من لحوم الضأن إلى نحو خمسة وعشرين ألف دينار بزيادة قدرها خمسة وثلاثون بالمئة وهو ما يفوق القدرة الشرائية للعائلات متوسطة الدخل في وقت تستمر فيه معدلات الفقر والبطالة بالارتفاع في عموم البلاد الأمر الذي حول شراء اللحوم التي تعد عنصرا غذائيا رئيسا إلى عامل يستنزف مدخرات المواطنين المثقلين بهموم الحياة ومتطلباتها لينقص عليهم استعداداتهم لشهر رمضان الفضيل ويحتاج العراق أكثر من خمسمائة ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا بينما لا ينتج البلد أكثر من مئة وخمسة وتسعين ألف طن سنويا بمعنى أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى أربعين بالمئة من الحاجة الاستهلاكية الفعلية لتبلغ نسبة العجز بتوفر اللحوم أكثر من ستين بالمئة